اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا العام عادي دائماً كي يكون ذلك العاشي شويات أنا أغمال إنسان يبعد على هائل وليس بحال من يكون في دارهم ولكن هذا العام هذا كاريت هل تعاودي معي بشكل مختصر أنت يا الله جيت إلى إسلامتك باش الناس يستوعبوا معنا القصة ديال كنتي وديال شباب اللي كانت طلبوا الله سبحانه وتعالى يسرهم أنهم يرجعوا لبلادهم في هذه الظرفية الحالية هل تعاودي معي في الوقت اللي بدات تسمعوا المشاحنات سياسية في الموضوع ومتى ما بدأت يدخل معك الخوف ومتى يبوحدك ومغربت من موقع تقرأي حتى كيفاش جيت إلى المغري في الأول صراحة فاش بدأت شي ما ما كنقولوا نزاع سياسي عاجي بحال دائماً ذا ما ذاك شي أصلاً ولفنا ذا ما دائماً الحرب بين روسيا وأوكرانيا دائماً دائماً كان هناك مشاكل دائماً كين سراعات سياسية ولكن ما دائماً عندنا ذاك لدود واش نمشي؟ ما نمشيش الدارك يعيطوا لي يا أجي قطعي في أول طيارة كنشوفوا ليفول وصلوا لجوجد المليون قبل ما يديروا ذاك ليفول سبيسيو في الأول كنشوفوا حنا كنقلبوا كيفاش نجيو وصلوا تالجوجد المليون ليفول كنقولوا صراحة ما فكرناش فلوس أكثر ما فكرنا في حياتنا ولكن اللي صراحة أكثر حاجة أنا يبعدها بتعطني لها هي القراية يعني هم تيقولوا نا فشنا هادرنا مشينا عند الإدارة وهذا هادرنا معاهم وقال لنا حاجة واحدة قلت مشيو عندنا حياتي حناية اني كان غيبو كان خلصوا على الغياب إلى غيبنا وجهت بداش كالكولات خيز وكتحسب لينا وشنو كين وشنو كين شقدروا تخلصوا هاد المنتان كامل ديال الغياب سيروا لبلادكو ولكن في الأول بدادك التهديد ديال الترد قلت مشيو وغتطردو والنا بان كانت بدائم وعم ضعو ودائم بغيبو فمشيلي وفي الأول دا حياتنا تجونا أننا مشاهدة وفي الأول دائما أختارت القرايتي ودائم بشارك في الأول قلت ممكن يا هجي أنا خايفة على مستقبالي قرائيتي نقوم 6 سنوات لنرى ما سهل لاش صعيب بزاف ومعانج بزاف ديول بصح زي ما باش ندوزه ديك الوقيتها كاملة بغاية ما كانت صعيبه في الاخير تشدد عليك الخيناك الخيناك عفوان كيفاش تخرج القرار النهائي عنك انتي غاجي تجي ما تسختاردة اجي انا غاجي نجيل عندك وعطيني تدقيق ماما بصراحة وماما وبابا اختي بزاف كا اذا اصحيت ايجي اجي ستجي انا جعلدتها اتمنة انا نعم انا اتمنة المسؤولين ساعدكم مكتوب انا انا نقول ايجي انه نعم طيارات كانت الدولة عملاً عن عملنا. قالوا لنا اخيي. لكننا كنت هناك أولادة. لكن لم تسعلموا ونحن نسعلموا. ما يمكننا نخذوا قرار على ما يريدنا. ونحن نتعلم بثالثة. لا يمكننا بخصوصهم وإنهم رحلهم بلدن بردن. وليس كنا لقدروا، كنا نحن على أي سبيل المال، ونحن لدن نتحدث في هذه الأوقات إلى هذه الأوقات. لقد قلت المشكلة للفاكسن وقال لك ليس مشكلة. قالوا لنا داروا تسهيلات للناس اللي هبطرة داروا لهم تسهيلات. سوف يعني كان عندنا هذه المشكلة واش نجي واش ما نجيش. هنا طرحتي معي واحد النقطة أنك ينفئة في الطلابة الناس اللي يقرأ وتمى فيهم اللي عندهم الوثائق واللي ما عندهمش. ممكن تعطيني نبدأ على دكتابة اللي تمو معنومش لوراك الوضع دي لهم كدير. نرى حالة غاية موكارتي. أنا ما كانت خيشة رأسي نكون في ذلك الحالة والله. أنا عناية والله ما يديني للناس. قصمهم بالله. بنات وولاد. اه بنات وولاد. حال عدد تقريباً اللي غاجي يكونوا جين المغاربة في أوكرانيا تقريباً. عشرالاف. عشرالاف. اللي يبقى ودابة. ما قال لك. ولا يمعرف صراحة ما عندي تفكرة ولكن قلت لك. اللي جاء تقريباً شربعالاف. ما عرفت. ما عرفت. السؤال الأخير اللي عندي معك. بدأ بابة القارار جيل أوكرانية ستسنين مشهت. نحن عند الله صراحة ما عرفت ما عرفت ما غادي يكون من بعد. واشغل. ما قلت يتخرجي. أعطوك شو ورقة وقعت عليها. لا. أنا أصلا صافي أنا. اختاريت نجيل. اختاريت حياتي. اختاريت مباغي. اختاريت ثقائتي. صافي سمحت في كل شي وقلت غادي رفيد الله وغنجي. و جيت في ع encontra نصير الى الارباع الخميث .زيدان والوهاد. القرية كتقود وكل شي ويتقود ثم الله يسمحون الى من الوالدين من البقى ا extingواد ويناء ثم ادار ونختم معكم في الخ�를 الأخير المشاهدين الكرام غير نشوفوا المرحلة الصعبة اللي مرت من العائلة يعني قبل اللي بنية دي لهم كيفاش ترجع غير نبدأ بالأبل دوزتي مرحلة عصيبة عصيبة راي جرام اغفر يردونه بياك تفضلوا لي كيفاش شفتي الأمور باش خرجتي بالقرار كما سمعتي الأم كانت لها الصغة الرمح أنا اللي كان أنا متبع الأحدث كتبعوا الأحدث يوميا ويوميا كانت تواصل معها وكانت هضر معها نقول لها ويقام قطعي أجيب حالتك هي كتقول لي يا بابا راه شنو عندنا البروبلم اللي عندنا ما احنا بقينا بحد لك اللي بقطع لي راسه ما نقلش ناخده قرار راسنا الدولة كتقول لنا أجيو في حين أنه تم الإدارة الإدارة ديالهم كيقول لهم اللي مشا غير ينطردوه دونك بقاتهم بقوا الطلبة بقوا بين نارين فمسي دونك أنا قلت لها في الخر أخذي 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 القرار اللي غادينا أخذوه وهذا أنك غادي تجيب حالتك مهما كان ثامن فمسي دونك هذير ديسيزيون أخذيت في الخر وبقيت كان وبقيت أنك ما لقلت أننا كان نلحو عليها هي بقى كانت تردد تالأخير اللحظة من اللي كل شيء دخلت أنا دخلت ممها أخذتها كان أعطولها يومين تقريبا كان أعطولها سنك فو سي فو بغجوغ وكترق الليل ونهار كان نلحو عليها بقيت نقول لها قطعي صافي الأخير هذا هو القارة الأخير اللي اخذيناها في وصفات شيء احنا كنا قلت لها كنا نقول لها هي كتهمنا هي حياتك مش كتهمناش قرايا را كما قصي قرايا تعود كل شيء تعود ولكن إنسان اللي مش لاتلي صحة مش لاتلي صحة ورح مكين ولو هذيك المرحلة دي المفاوضات اللي كتفوضو الإبناء بالمقارنة مع الإكرار اللي انتوما فيه كم ضغط قوي ديال ست سنوات غتمشيها باقا منطورة في المرحلة اللي كتتقرى فيها بطبيعة الحلب وفي الضرف اللي كتتقرى فيها وش ما كتشوفش أنه يكون مغامرته يجد في آخر ذول بالله قد ليه بدأت الحرب متع عندك القرار هذيك المرحلة اللي كتفاوض كتشوف فيه فيه نوع من المغامر وبفعلا كان مغامرة ولكن كنشوف حنا الحقيقة ديالها هي الأساس هي الأهم ما بقاش كيبال نحنا سيزان ست سنوات ديال القرايا وغيضي على كل شيء ولكن غضي عنا بنت ناق إلا دعتنا بنت ناق هو النفس اللي قلت إليه غير ما فهمتش معي السؤال هذيك المرحلة اللي كتفاوضوها باش جي غامرته في حدات عيق يعني كان من الأول عرفتوا كينا الحرب بصها جي لأنه بحيلة كان قولوا كانوا عاملوا الحظ نفطارد لك طب الله ما كانش داك الفول شنو المآل يليه يعني كينا نعيط مون خديته واحد الوقت اللي لا أنا بالنسبة لي أنا وماماها كنا واخد القرار من اللي بدأت هاد من اللي بدأ هاد المنوشات اللي بدأت كاتو قال صافي احنا قلنا قلنا لها دخلي ما مبغيش نخلي لدرجة أنه نقل لها واحد لقيتها من اللي بغشتها ما بغش تجي قلنا لها اخد قطعت مشي غلتوركية بقيت مغية اونا تنضون تشوفي شنو كين دو واحد عشرة ايام خمتة عشرة يوم بدي ما شوو الأوضاع كينا بدأت تراجعي تكون قريبة هي قلنا قطع الأوكراني اللي نمشي لتوركية لا مجل دارنق تلا صافي سميه ولكن كانت ترددت كانت تقلقات كان اسميته هدول إشكال اللي كان شكرا لكم على السلامة مشاهدين الكرام القلب دي الموضوعي الأوم عاوجي لي على هذه المرحلة الصعبة اللي مريك أكيد بحكم أنني أم ديال طالبة اللي هي اللي اختارت نحنا عايتم كبارون يعني دائما كنا كنا نفكروا في أن أولاداتنا مستقبل ديالهم نحنا بغينا شي حويج ولكن تنكر القرار كان ديالهم ما عنا ما نديرو احنا اختارنا أنات بشي الأوكرانيون هي اللي اختارت ماشي حنايا اختارت أنات بشي الأوكرانيون وما كانش عنا إشكال يعني في هذه السنين كانت سانة عادية لبش تاخد اللغة وهذا الحمد لله والحمد لله اللي كان يعني كيف رحنا وأنا كانت من طالبات النجيبة تبارك الله كانت تحصل على نقاط مشرفة هادشي كيزيدنا بأنه هي رمكتانعة وأستاذ كنت أكد بأنه هي ردوزة ديقونكو هنا وهذا ولكن للأسف كان عنا خيار ما عنا نديرو كنا مضطرين أن نمشوا أوكرانيا حيش حنا أنا جيم غيبيان كن قاتلينها في المغرب وكملت دراسة ديالها في المغرب هذا الشي كان عندي هذا كول حلم الكبير ديالنا وهذا ما تمنعش بأنه هي براسة مقتانعة وهذا الآخر اللحظة كتبت يا ماما ناخد ديبلوم ديالي كن ناخد شهادة كيقول كن ناخد شهادة ونجي المغرب وحنا تحنا ما كدبش عليك كنقلبو ليه من طبيعة الحال حاش را دابا الأب والأم رابيني مطال حنا كنشوفوا المستقبل كنشوفوا هذا ولكن اللقوطي إيموسيونيال هو هو اللي كي يتغالينا أكثر مني كتشوف بنتك أو الوليداتك دابا أقسمو لك يمين أنا أستاذ بنتي الحقات ربما في آخر فول ولي كل الوليدات اللي يبقوا هناك والله العظيمات ناكلوا النعمة على قبل ذلك الوليدات الطالبة اللي هناك علاش؟ لأنهم كانوا هما طنكوا كيخدموا بيناتهم يعني هما كانوا دينا واحد لك ولينا كان عرفهم هما كثير من كان عرفوا ولادنا عارفين يعني كيفاش كيعيعيشوا كيفاش معاناة واضف إلى ذلك أننا احنا مشينا دنا واحد زيارة الأوكرانية وشفنا الطلابة كيفاش كيعيعيشوا مساكن يعني هذوك اللي مشاو والله العظيمة ويقروا فقط يقروا ويقروا ويجيبوا لي ديبلوم ديالهم ولكن للأسف زعما هذو الحالة اللي كيعيشوا هر حالة كاريتية احنا مبقى كيهمنا لا فلوس لا يدك ولا يخليك ولو أن ذاك شركان زعما تقوم تكلفة يعني الأداءات الشهرية وهذا ست سنوات استادرة ما تنسج بأنك نخلصوا لها الداخلية وكاريلها هذا عندهم لالواة ديالهم هناك تخلص الداخلية وكتكريلها وكتكريلها يعني لكتكريلها وعندهم شوية هما يعني المعيشة شوية بنسبة للسكان ودك شي غالية هذا كلنا ما يهمناش اللي تهمنا هما ولدتنا يجيو لنا وكي بنتي جات وكيف فرحتنا والله ما كملات أستاذ لأننا كنشوفوا هذيك لك ولداتنا كانوا مدينة واحدة مجموعة كي يبريبارو مع بعدياتهم يعني ومضامنين مع بعدياتهم متلائمين لدرجة أن هما تصور من المشاة تقطع بي أرمشوا مع الأصدقاء دياله كان قللهم قطعوا في الرجوع لا لا وهذه براسة شوية أم بنتي كان قلنا ماما جي وكيف تجاوبنا كيف تجاوبنا ثم تجاوبنا لدينا سألتقاء على أسف هناك كان يشكوك أن لا تنسوا المجهودات التي قامت بها وعلى رأسهم محمد السادس لأنه ندر هذه البادلة نوديتنا يجيو وخفض من تمنذ الطائرة وكيف تجدوا من قلبنا الخالص في كل لحظة لأنه يفقلنا في وليداتنا هذا. تخلصنا منين كانوا يذهبوا ومعنا وليدتنا اللايف مع الدكانة مع الدكانة المديرة للأفاك ديالهم. هكا أستاذ تقول لهم اللي مشى المغرب طرد. لابنين الوليدات كانوا يقولوا اليوم تشوف مشي مشكل. نحن ما بكيناش بغين يشوف حالاتكم سيقوك ما يمكن سيزوم شكلنا لما يمكنش علاش دبا وماتهما ربما شافوا مستقبل هم ضاع شايفين بأن نحن سنقولوا بأن مثلا استبعد كل البعد بأن يعني الهيئة الديبلوماسية ولا هدي ديالنا وش غين سولي داتنا أبدا. وعارفين بأن ضروري غيد دير قدروا حلول ولكن دبا احنا كنشوفوا حتى الجانب نفسي. نفسي يا أستاذ بنتي والله العدمكم تأكد بأنني أنا دبا ولا سنقوم بتطبيب نفساني. لماذا؟ الحالة اللي جات فيها. رأيلا بردو بخسك واحد وي كيلو. عف هاد الفترة. ديال جي ما جيش جي ما جيش. حنا سنقول لها جي. هيا تقول لك. ولا أنا اللي اختارت. دونك جدواء أسيومي. هدي في حداتها. كان لهم ساكن يعني راعشوا واحد لمأساة. أو أستاذ. في الأخير خديتي القرار. وليتي كتبول لها. من درسة تعود. ولكن ولكن بنتي ما تعود. حاشي لا تعطبت لي. ولا وقعت لها شي حاجة. دبا هات شوف عادك يعني جاري بالنفسي. دابا وشوف كيف ديره. ما شفت قصف. ما شفت مشاكل هدا. دبا أنا أستاذ را كان ديرو الليف مع الوليدات اللي دابا هناك. را عايشين والله العادة ما استدعفشي. ديزيغو. طيح في ديزيغو مساكن. ويعني. را كعرفة الوليدات ديال دابا. را ملفي نحنا كان قدلهم وكان. يعني وخاهم برا. راحنا عايشين معاهم. وامتبعينهم لحظة بلحظة. كيكونوا كي بريباري وحنا معاهم. أشكاد ديرو. كيكونوا واقفين في الكوزينة كي يطيبو. أشكاد ديرو. يعني احنا مسيرين معاهم. وفرحانين. وطحنا براسنا. كنا كنتم نوليدات نجيبو دا كله ديبلون. ماشي لنا. ليهم. حشان قلبي أنا رسالة ديالنا الحمد لله الديناء. ولكن للأسف. مكلفين بالحرط. الزرع في الأخير. النتجة يعني الحصاد يكون عليهم هما. على اسلامتها يا ربي. مشاهدين الكرام بقى عندي معاها. والكلام الأخير كيتعلق. أغطيني الكلام اللي بغيتي من قلبك. والدعاء للعائلات. والزملاء والزميلات اللي كيقروا معاك اللي ما جوش. اللي. انتي اللي عارف. انتي شاهدة عيان في المكان. طرح والله ما عفش نقول. اللي يكون معاهم مصافي والله. حيش بغي ما ممكن تخيلش راسي. أنا. في هذك الموقف ولا غيرهما. وحق الله. بغي ما ممكن يقطعوا لي في خاطر. وحق الله. لكن. بيبكنش والله. يا ربي يا ربي توقف معاهم. ويديروا ليهم. داب الدولة. قادر كدير حلول. يمشوا لولاد تل هذا. تل الحدود. باش يديروا معاهم حل. ارا صعيب باش يوصلوا الحدود. ارا صعيب. ارا صعيب باش يوصلوا. ارا فغي ما وصعيب صعب باش يوصلوا. كيفش غا يديروا. يتعرضوا القصف. ما 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 عرفش. حيش وفاهمون ديسك السعارة مواددة بخطر. وما. لا يصوبوا. اسلامتك يا ربي. وكلش ان شاء الله يتعوض. ان شاء الله. ست سنوات ليست بالأمر الهيين. ولكن صحت. كونتي. بين أحضان والديك. هذا هو أهم الأشياء. الام. يمكن عندك شيء إضافة. بغي تقول. نداء. نداء المسؤولين. أرجوكم. ثم أرجوكم. ثم أرجوكم. أرجوكم. ولداتنا رمحنين هناك. ماشي ممحنين. يعني راتي تقصفو. راح نوستليش فينا اللايف. رواش الوليد. يقدر معه. يقول. كتاتي. بلاتي. 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 والله العظيم. والداب الآن. ما كاملاش واحد إن دميوغ. راح نزعليهم من الفوق مساكن. والله. نتمنى. يطمئن لنا. ولداتنا. يصعب وطمئنين. بأننا ركاينين. إحنا. إحنا. كبارون. وهذا. راح نكناعي طولهم. ولكن. كان حتى. واحد. يعني. واحد. يعني. واحد. ولو أنا. من كتبش عكا أستاذ. حيث لو قداش. إحنا حيشين معهم معارفين. سنقولوا بأن يصعب الأمر. ويكي كانت منو. كانت منو يدر حل. أكيد. ليقول لي مشكين يدر حل. إن شاء الله. الإسلامتكم الرهرة. الإسلامتك يا ربي. مشاهدين الكرام. الكلمة الأخيرة من عندك. تربو الأسرة. الإسلامتك في بنيتك. الله يسلمك. الله يزعزكم بخير. ونشغركم على هذه التفاتة. وأخير الكلام. كانت منو. كانت منو. المغربة يكون. المغربة يكون شوف الأمان. إن شاء الله يكون شي حل. يكون شي حل إن شاء الله. في أقرب وقت عاجل. إن شاء الله يا ربي. شكرا لك مشاهدين الكرام. ما تبعتوا معنا قصة. تقلم صراحة. ويقام. شابة لها طموح. شأنها شأن أي مغريبي. تكبدت عن صفر طموح الأبعاد دياله. باش تكون في محط صنع قرار. في البلاد دياله. بطبيعة الحال. لن ننسى. والدها. اللي ضحوا بالغالي والنفيس. ماديا ومعنويا. ست سنوات. من أجل وصول الهدف. إلا أن. ظروف الحرب لها رأي آخر. القرارات والقوانين دي أوكرانيا. ماديا. تتقول له من لي مش في حالته. في الظرفية الحالية. مش لي كل شي. هنا. الوالدين. وان له في امتحان صعب. واش غال يشوفوا. المستواجلة. واللي يشوفوا بنتهم. ونخرجوا بقرار. الله عز وجل. والتشبت دي الوالدين ديالها. بقرار نهائي. في آخر اللحظات. كتجي عند وديتها. مشاهدين الكرام. في خضم الموضوع. هذه القصة. واقعية. وللعبرة. ونداء. للحكومة المغربية. يجب. بلورة. هذا الموضوع. بطريقة ممنهجة. سلسة. للبحث عن حلول. جدرية. من أجل حماية. الطلبة. ذكورا وإنات المغاربة. هم الآن عالقين. في الاخر ديال الفيديو. مني طلبت منها. النداء ديالها. لقد اضرفت الدموع. ما قدرتش تصبر. لأنه هي. في لحظة من اللحظات. تتخايل. العلاقات ديالها. بالزملاء. ذكورا وإنات. سنين طوال. المآل ديالهم. مشاهدنا الكرام. اللي كل. مسؤول في الموضوع. ومن هون في محتصونة. قرار. تكون شيء منهجية. وستراتيجية. محكمة. من أجل هذه الوليدات. وهذه البنية تتميت أدوش. ويدخلوا بلادهم. تدفوتها الظرفية الراهنة. وهناك يتضح السؤال. المآل ديالها. انطلاقا منها. لست سنوات. في مهب الريح. من أجل القرار ديال أوكرانيا. أنه غادرت. وهنا القرار للوالدين. طبعا الحال كان صائب. لابنت مغادش تتعوض. ولكن القرية تتعوض. مشاهدنا الكرام. هذه قصة للعبرة. سوف نوافيكم بالجديد. فيما يخص هاد المواضع. اللي كيتتعلقوا بطبيعة الحال بالطلبة. اللي في أوكرانيا المغاربة. مشاهدنا الكرام. تاريخ المواطن. شكرا لكم.